السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين الأعزاء دايما في قناتكم كما كنتوا طلبتوا البارح قلت لكم ديروا قائمة برب إن شاء الله ولا طلبتوا مني أني دير لكم أحسن سيارات صينية المستعملة اللي متوفرة اللي هنا في الجزائر دركة وجدرت لكم ديرت لكم جميع العلامات وكل علامة فيها سيارة علازوز ولا تلا السيارات ناجحين ومقصودين اللي هنا في الجزائر وقطاع الغيار تحهم متوفرة كما قلنا والعيوب المنتشرة في هذه السيارات بركة اللي خيارتهم السيارات اللي ما حكيتش عليهم ولا اللي ما ذكرتهم مش يعني غير مكان الله تدوروا بهم ولا تسقسيوا عليهم ورأينا نعطيكم منبذة إذا شتت يعني الفيديو ما تلوضش بزاق نعطيكم منبذة السيارات اللي تي فيديوها من كل علامة يعني علامة صغيرية طبعا أيضا نعطيكم العيوب المنتشرة في السيارات هذا وبعد اللي قلنا ناجحين وشوما العيوب اللي فيهم باش اللي يحب يخير سيارة من سيارة هذا وكنا نعطيكم منبذة على السعر تاكل سيارة من هذا أيضا البياس اللي تحالي هاوش من علامة اللي متوافقة مع هاك دي سونسير خليكم معنا ما تنساوش خوتي لايك خاصة للفيديوهات هذا والله يفهم متعب كبير بزاق مونتاج وكذا خليكم معنا خوتي رح نحكي غير المختصر المفيد لأنه الوقت ما يكفيش أني ندير كل سيارة بالتفصيل رح نحكي غير المختصر المفيد واللي يحب أي سيارة ولا عجبته أي سيارة برب إن شاء الله هكو ندير عليهم مراجعات إن شاء الله يا نديروا بالعلامة يا بالسيارة كما قلنا اليوم رح نشوفه جيلي والبيد والليفان والشيري غريت والفاو هايما فوتون شانغان هذا برب إن شاء الله رح نشوفه عليهم مختصر المفيد نبدأه أول علامة علامة جيلي بسيارة جيلي راي أحسن سيارة نصنفها في الجزائر ميني سيتاتين سيارة مدينة بامتياز من حيث المحرك فيها محرك أم بوانتر واساس بي نفسه يعني مقلد على طيوتا كورولا 1989 محرك ممتاز جدا طوف القطع الغيار في الجزائر كامل نفوت سيارة جيلي سيكا هذي يحتهم نفس المحرك يعني تلقاوا القطع الغيار انتحها وسيارة ممتازة وصوليد بزاف أما سيارة جيلي أم كا هذي اللي قاعدين تشوفوا فيها محرك أم بوانت سينك ولا أم بوانت سيس تقريبا نفس المحرك أنتر واساس ولكن البلوك كبير عليه شوية من حيث قطع الغيار هذي ماهيش متوفر بزاف قطع الغيار فتحة ولكن سيارة تعيش يعني تمشي احترب مئة خمسمائة ألف فنفوتوا الجيلي ايميغراند يعني سيارة ممتازة جدا من حيث الأمان من حيث كلش فيها محرك تقريبا حتى هو نسخة شبه الأصل على طيوتا كورولا ولكن في النوفو الانويت كما قلنا القطع الغيار متوفرين غير في خنش ويدروا التوصيل نفوتوا العلامة بيد عندنا الـ F-Zero يعني من حيث نحسن سيارات يعني ميني سيتادين ولكن المحرك اللي فيها ما نصحش به بزاف 1.0 ثروة بستون نفسه كما اللي في الـ سات ولكن ما ينجحش بزاف المحرك ما يعيش بزاف ولكن من حيث توفر القطع الغيار متوفر بزاف خاصة في عنابة في المناطق الساحلية نفوتوا الأحسن سيارة في البيض هي الـ F-Tero ومحرك متسو بيشي M.6 ومن حيث توفر قطع الغيار ممتازة جدا من حيث الأمان من حيث الوسعى من حيث يعني سيارة سيدان عفوا سيارة ممتازة جدا يجيها القاز يعني سيارة ممتازة قطع الغيار متوفر جدا نفوتوا العلامة ليفان ليفان فيها يعني حتى عدة سيارات ممتازين عندنا ليفان 320 اللي فيها نفس محرك جيلي راي الآن تروى ساز ونفسه تاعة الكورولا 1989 ما هو نفسه يعني مقلد عليه نفسه يعني تقريبا مقلد عليه نفوتوا ليفان 320 فيها الآن في جيلي راي وفي ليفان 320 فيها الان تاعة البيام ولكن ننصح الآن تروى ساز V لأنه هو المتوفر بالزاف في الجزائر من حيث قطع الغيار وهذا السيارة بالذات يعني سيسبونسيون تاعة 360 لأنها مخدومة على قاعدة عجلات 360 ساكسو أو بارتنار نفوتوا 320 أي 330 نفس محرك 320 ومعدل ومحدث وسيارة كما تشاهروا شكل خارجي لابس به عندنا علامة شيري شيري كيو كيو كيما قلنا السيارة تروى بستون راني ما نصح بها ولكن شيري كيو كيو من حيث توفر قطع الغيار يعني وين دور تلقى قطع الغيار ولكن من حيث المحرك ما يعيش بزاف 120 130 ألف كيلومتر ولازم يتري فيزا هي ولا نوفال كيو كيو اللي صح متوفر قطع الغيار ولكن من جهة المحرك يعني ما نصح شبه بزاف نفوت سيارة تشيري فولوين أحسن سيارة عند تشيري اللي هنا في الجزائر في غم يخص سيارة المستعملة بمحرك 1.5 يعني ممتاز جدا لأنها جاية من 2012 2013 2014 سيارة ممتازة جدا محرك ما لبس به يعني من حيث الكماليات من القوة القاز يعني سيارة ما شاء الله يعني ممتازة جدا أنفوت لسيارة واحدة أخرى واللي هي سيارة تشيري كوين هذه قبل 2010 كان فيها مشاكل في المحرك يعني سخانة وكذا ولكن من 2014 وطل حتى 2014 هي والكوين دوزيام ولا تروازيام ريجلوا هذا المشكل ولكن قطع الغيار غير متوفر بزاف 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 يعني ننصح ديما بشيري فولوين أحسن سيارة عندهم هذه الشيري كوين الانتر وكما قلنا نفسها هي الكوين الأخرى لسانسيال ننصح دائما بشيري فولوين هي أحسن واحدة فيهم نفوت العلامة واحدة أخرى واللي هي علامة غريتوال غريتوال أول علامة أشهر سيارة عندها أفوان وليست علامة هي سيارة ممتازة جدا محرك مقلد على الياريز محرك ممتاز جدا قطعة غير متوفرة بياس شوية غالية ولكن متوفرة الخوتي ثاني أحسن سيارة عندهم سيارة ما شاء الله محرك فيها وفيها يعني ساس في زوز الآن سانك كما اللي في القريتوال والآن ثاني كيف كيف ولنفسهم يعني الشبه تبقى الأصل على الياريز هي والأمكات فيها الآن سانك شغل النوس خام وحسن من الفلوريد ولكن ضيقة شوية لغة فلامال ولكن من توفر ولا تشوفوا من جان من توفر قطعة الغيار فلوريد أحسن منها عندنا غريت وولبيري ما نصح بها بزاف من حيث المحرك هي ممتازة يعني ماشي مهيش ممتازة انتر واساس في اللي قلنا يشبه لتاع الياريس ولكن الحواج تعلق غنيم بزاف يعني عندكم مثلا الفار لاريار الواحد بمليون فوتو العلامة فاو فاو فيطا والمحرك اللي قلنا عليه في الجيل راي والليفان نفس اللي متواجد لهنا انتر واساس في اللي قلنا يشبه لتاع الطيوت محرك ممتاز جدا الفاو مطبوب فرق يتعال الغيار على راسه يعني خصوة الفيتا والكزيالي ولكن عندها من الخامات ما همش يعني خامات الفاو ما همش ملاح فوتنا الفاو كزيالي فاو كزيالي فيها جزء محركة 1.0 تروى باستون فيها الان تروى اللي كما في الفيتا وكما في فيها محرك صح ممتاز ولكن قطع غيار غير متوفرة الفوتو هايمة هايمة 1 سيارة ممتازة جدا حرم الكيو كيو كات بيستون محرك اللي فيها 1.0 يعني ممتاز جدا ولكن من حيث توفر قطع غيار شوية قليل لازم نتحوس بزاف عندنا هايمة واللي هي تقريبا الماصداد نفس السيارة كل تقريبا سيارة ممتازة ولكن فيها بعض المشاكل يعني بعض المشاكل من حيث تري سيتي قاعدين يشكوا من هالناس فيها محرك 1.0 وفيها محرك 1.0 فوتو الأحسن سيارة في علامة هايمة هايمة تروى تقريبا هي نفس ولا مبنية على قاعدة عجلات الماصداد 323 يعني كل شي 323 محرك بعد الماصداد وأحسن سيارة فيهم هي لأنه نفس محرك الماصداد ونفس يعني تقريبا كل ماصداد هذا السيارة وفيها خامات ممتازة ممتازة جدا وكماليات و سياج كوير يعني فيها أمورات بزاف عندنا فيما يخص الفوتون عندنا فرد سيارة وهي ميدي اللي هي تقريبا تلبس محرك ممتاز جدا يخدموا بها لطاكسيار ويمشيوا بها حتى 500 600 000 لكي يتريفز هذا المحرك فوتوا الشانغان واللي يمدوا الشانغان ميني ثالث أحسن سيارة ميني سيتادين هنا في الجزائر محرك 1.0 محرك ممتاز جدا بدأ يتوفر قطع غيار هذ السيارة هي والأس إكس دول محرك سوزوكي سويفت 1.3 سيل ذي ولكن من حيث قطع الغيار البيني أحسن منها محرك ما زالوا عشر علامات غدوة برب إن شاء الله سنزيد وندير لكم حتى هما بالتفصيل ميش بالتفصيل يعني بالمختصر الموفيد برب إن شاء الله والسيارات التي أحسن فيهم ما زال MG ما زال ما زالوا عدة علامات ما زال ما حكيتش عليهم البينيش عدة علامات